أفعلت مصادر علامية بأن قوات النظام المدعومة بقطاء جوي روسي دخلت الحدود الإدارية لمحافظة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة وقالت المصادر أن قوات النظام تقدمت باتجاه محافظة الرقة بعد سيطرتها على مناطق إكانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة شرقية مدينة حما من جهة أخرى أصيب عشرة مدنيين بينهم نساء وأطفال خلال تفريق وحدات الحماية الكردية لأكثر من ألف شخص تظاهروا في بلدة سلوك بريف الرقة احتجاجا على منعهم من العودة إلى منازلهم بعد عام كامل من سيطرة الوحدات على البلدة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب الناشط محمد لمصارع أحد أعضاء حملة الرقة تذبح بصمت مرحبا بك ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك حول تقديم قوات النظام حول تقدم قوات النظام في محافظة الرقة وكيف تمكنت من ذلك نعم حقيقة المعركة التي أعلن عن النظام للسيطرة على مدينة الرقة هي إعلانية أكثر ما هي حقيقية على أرض الواقع قوات النظام استطاعت التقدم إلى مفرق أسيريا وإلى مفرق زاكية تلك المناطق هي مناطق خالية أصلا من عناصر التنظيم داعش مناطق بادية بشكل كامل اعتمدت تلك القوات على تغيير من قبل طيران الطيران الروسي قامت بقصف عدة نقاط كانت تواجد بها بعض عناصر تنظيم داعش وإلى الآن حقيقة لم تجري اشتباكات فعلية ما بين تلك القوات المتقدمة من تنظيم داعش وأيضا حجم تلك القوات يعتمد بصورة أساسية على ميليشيات الدفاع الوطني وبعض القوات المساندة لها والميليشيات الأخرى معها لا توجد عتاد عسكري أو مقومات عسكرية لتلك الحملة ووصول إلى مدينة الطبقة لكن يبدو أن هناك تنسيق ما بين وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ومع بين قوات النظام لمحاولة تخفيف الضغط عن قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي طيب ماذا حصل في بلدة سلوك وما هي مطالب المتظاهرين وهل هناك أي معلومات عن معتقلين على خلفية المظاهرة نعم للمرة الخامسة على التوالي قام أهالي بلدة سلوك بالتظاهر من أجل السماح لهم بالعودة إلى مدينتهم التي هجر عنها منذ ما يقارب العام بهذه المرة استطاع الأهالي الدخول إلى داخل المدينة هي المرة الأولى التي تطع الوصول بها لداخل المدينة قُبلت هذه التظاهرة بإطلاق الرصاص المباشر على المتظاهرين من قبل قوات سوريا الديمقراطية وأجملت المعتصمين على فضل التظاهر بالقوة أدت هذه التظاهر إلى جرح أكثر من عشرة مدنيين موثقين بالأسم وأيضاً اعتقال ما يقارب الخمسة وعشرين شخص وأيضاً التهديد من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسايش باعتقال أي شخص يقوم بالتظاهر بالمنطقة الشمالية عموماً تحتج قوات سوريا الديمقراطية بأن هذه التظاهرات هي تظاهرات غير مرخصة مثلها مثل النظام وأيضاً من جهة أخرى هي تمنع التظاهر بصورة أساسية نعم شكراً لك الناشط محمد المصارع كنت معنا شكراً جزيلاً لك